اليوم اجبت لكم واحد لطاخت كجيرة عجيبة جدا طاخت بكريمة دياللوس كجيرة ورديدو معلكا والماضاقية سلام اللي ذاقها سيسيب لكم على المقادر ديالها بطبع تحديل عجبكم الفيديو لا تنسوناها في الباختاج واللايك ونبدو على بركة الله في المقادر وطريقات التحضير الوقت بداية سنبدو بالمقادر ديالالابات سنعطيكم المقادر وفي نفس الوقت نخدمه لابات لدينا هنا مية وخمسة مية وخمسين قرام ديالالزبدة بحرارة المطبخ بالاحسن تكون زبدة حيوانية او لا زبدة ديالالبوطة ايوه ما ديروش زبدة ديالالتوريق غدي نضيفوا واحد ساشي ديالالفاني غدي نضيفوا واحد جوجة مع الكبار من سكر سقيل سكر غلاسي تكون من نوعية جيدة هتلقوا المقادر من الضبوطة في صندوق الوصب بالقرام نخلطوا مزيان هاد الزبدة مع السكر حتى نحصلوا على كريمة تكون زبدة بحرارة المطبخ تسهل علينا يعني ضغية تتخدم ما كان لدينا الوقت بزاف ونحصلوا على الكريمة هادية كيف تشوفوا من بعد نضيفوا واحد البيضة متوسطة الحجم ونزيدوا عليها واحد قبيصة ديالالملحة ونخدموا مزيان حتى نحصل على واحد الكريمة متجانسة بالنسبة للدقيق هنا الدقيق تكون عندنا هنا تقريبا واحد رابع ديالدقيق يعني جوش جوش كيسن ديالعنباء ونص وطبع الحل بالنسبة للدقيق ديما منديروش دفعة واحدة كندور يبشيبشي ليكون هاداك الدقيق تيشرب ويعقد لنا هذيك العجين من بعد ما نخلطه مزيان هذيك البيضة مع الزبدة سوف نحصل على هات الشكري كيف تشوف موبيا لكم في الفيديو سوف نضيفوا الدقيق كيف تشوف موبيا لكم في الفيديو سوف نضيف دقيق في الفيديو سوف نضيف دقيق تقريبا شوش كيسن اللي كنضيفه في البداية وعند كنزيدو هاداك شوية سوف نخلطه العجين ديالنا حتى كيترمل لنا بهذا الشكل من بعد ما كنترمل لنا نضيفوا واحد جوج معالق كبار ديال الماء اللي ما تيكون عادي جوج معالق سوف نخدمو العجينة مزيان كنجمعوها بالأصابع هي بأطرف الأصابع ديالنا بهذا الشكل هذا من بعد ما سوف نجمعو العجينة ديالنا سوف نحصلوا على واحد العجين اللي كتكون ما كتكونش قاسحة كتكون عجينة بين وبين بحلقة كيف كتشوفوا بهذا الشكل هنا صافي من نشوف هات الشكل هادا غادي نحصلوا عليها صافي هنا غادي نديروها في ورق ديال السلوفان نغطيوها ونحطوها دوكوتي ونمشي ونجدو الكريمة ديالنا بالنسبة للكريمة غادي نحتاجوا مية وخمسين جرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ دي ما كنعكدو على هات القاديل لأنها كتسهل لنا الخدمة بزيان الزبدة كيقول لكم اما حيوانية او لاش الزبدة يا لباطة ما دلوش الزبدة ديال طوريق غادي نطيفو على واحد كاس مع مرش ديال السكر غلاسي نخدموه بزيان هاداك السكر مع الزبدة حتى غادي نحصلو على واحد الكريمة بهات الشكل هادا كيف كتشوفو على وغا من بعد غادي نضيفو الاضافات الاخرين عندنا هنا يا نضيفو البيض نضيفو عندنا هنا تلات البيضات نضيفو البيضة اللولة البيضة الثانية والبيضة الثالثة وغادي نخلطوهم زيان بحيث الشكل هادا غادي نضيفو واحد سكر ديال نكحة زهرة البرتقال الى ما عندكمش ما تفرجو هذا كتديروا واحد معلقة ديال الزهر او لا كتديرو معلقة صغيرة ديال المستحضر ديال للتواكي يجيما زيان كنديرو بشور البرتقال نضيفا معلقة الصق والدقيق الأبيض أو نضيفا معلقة النشا نخلطا مزيلا لما يقدم بعض الشكل نضيفا المباشرة 150 غ اللوز المباشرة للمباشرة اضافة الكريمة نتوصد هذه الأرجين فى هذا الشكل نغرق عليها ونركز على الجيناب نغرق عليهم ونصقهم مع القالب لكي يأخذوا الالن في الجيناب دياله صافي. بهذا الشكل هذا كيف كتشوفو. صافي من بعد من قد ديناها مزيان في هذك القالب ديك العجينة كنضيفه عليها الكريمة دياله هات الشكل وكن نصرحوها مزيان في القالب. انا يا الفران يكون سخون تنديروه تنسخن الفران قبل. انا كنضيف واحد لاضافات ديال الفيلي ديال اللوز. رقائق اللوز. انا تقريبا عندي واحد رابعة ما كاملاش ديال رقائق اللوز. كننوزعوهم بهذا الشكل هذا. على الوجه ديال الكريمة. وضفت حتى الكون كاسي. تلكون كاسي ديال اللوز هو اضفته. اضفت عيش شوية. احو بيبات قليلة فاكا. هذي اضافات كيكونوا اضافات هذو بغيتوا تديروه. كيبقوا اضافات اختيارية يعني تديري تكتافي فقط برقائق. يعني اندخلوهم دب الفران وانطلقوه. والا هذي هي النتيجة الاخيرة ديال اللوز. كتجي رائعة كي قلت لكم في البداية. ومعلك اشي هو منها. كنت مننا وصفة اليوم تكون اعجباتكم ورقتكم. وانطلقوه في فيديو مقبل مع وصفة امتها. وبطبيعة الحال بتنسوناش كيبب اختاش ومشكورين بساف على الدعم ديالكم المتواصل. وانطلقوه في فيديوهات مقبلة مع امتها. ومع السلامة.